اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسنة لدينا احتفال رائع بالنسبة لإعادة رفات القديسة مارينة بعد 800 سنة على أخذها الروفات هذه شغلة مهمة جدا لأن الوادي معروف كمان جدا بكنيسة الإديسة مارينة ومغارتها يلي هي مسوى ل 17 بطريارك يعني كنيسة الإديسة مارينة بقلب الوادي هي مسوى ل 17 بطريارك ومنهم البطريارك المكرم السفينوس الدوايهي اثنين بالإضافة أكيد للوادي وكل اللي بنحكيه عن الوادي وهيدا التاريخ العريق والتراس والروحانية الحية اللي ما زالت لحد يد اليوم وفوق المية بين المية ومية ومية وعشرين ألف شخص بيمرؤوا سنويا بقلبها الوادي بين حجاج ومحبيت طبيعة والناس اللي بيجوا لحتى طالبي السكينة والهدوء معون بلشتها الضيعة تزدهر بشكل كتير كبير وكل ضايعة تعرفت حط هيك من سميها بالفرنسي بقيمة كبيرة هل الأمور الرائعة اللي عندنيها بدي بلش بي ضاية مرشربل بقى كفرة يلي أنا بسميها العاصمة تبعنا يعني حقيقة هي عاصمة العاصمة الروحية تبعنا أصبح لبنان يعرف بشربل بالأول كنا نقول أرز لبنان كنا يحيشروا شوية جبران خليل جبران نقول شي شغلة هيك هلأ اليوم لبنان بلد مرشربل بتبرمي الكون كله سوا يعني بدي خبر هيك خبرية صغيرة إلا دخل بهذا الموضوع أحد الأصدقاء رجال الأعمال صديقي كتير بكوريا بمؤتمر لرجال الأعمال بشكل كتير كبير رجال الأعمال الكبار يعني مش هو اللي عندهم دكينان ثلاثة يعني بقى المؤتمر بيكون حتى نهار الأحد الأحد الظهر بيتغدوا وبعض الظهر فري بقل لي صرت أبروم لحتى لقيش كنيسة قعد هيك يصلي شوية صغيرة وان وقز بيفوت على كاتدرال بقلب سيول وبس فات قال لي دللات ربع ساعة عم ببكي بتلوزان وشو بيت ورايعة سيول انت شو قال لي لقيت على مسبح الشمال صورة ست متار بأربع متار لمر شاربل حطينا كله نسوا هيدا مر شاربل البع كفري جاري فوق لقيت وسبقني على سيول والعالم عم تفوت عم تصلي إليه صار لبنان بلد مر شاربل العظيم هالضايعة الحلوة عاصمة روحية تبعنا كمان العيد تبع مر شاربل بسائب هالأحد يلي هو 15 تموز يعني 17 تموز روفات الإديسة مارينا بإديسة البطرياركية بالديمين مع غبطة البطريارك وبعدين بترجع بتنزل على الوادي لفترة لحتى الناس تزوروا وتتبركوا من الموضوع 15 تموز عيد مر شاربل وبتعرفي ماء دراكي بعيد مر شاربل كمية الحجاج الهائلة يلي بتطلع ودعوة للجميع انه يطلعوا بعد كفرة صارت شيء حلو مع مر شاربل انه كل هالأكل العضوي الطبيعي الصحي يلي بيجي من الجرد بالماء الطيبة صار متوافر يعني انت بتطلع بتحج وبنفس الوقت بتجيب حواج بايتك كله سواء هاك الطيبة والحلوة واللي فيها ريحة هاك حلوة ونسي في بول ونحن نجيب اكل نجيب نتعكف اشياء مأتس كتبرو هادي مبارك مية بالمية يعني ها كمين شغلي انا بدي بدي اشكر اول شي خوري الرعية ابونا ميلاد بدي اشكر البلدية بدي اشكر هالناس الطيبين يلي من كل قلبهم هاك بيشتغلوا وكرمهم وطيبتهم باستقبال الناس عنا كمين بلايل 14 تموز عنا مسيرة ليلية عاملينا من تقريبا شي منسميه جرة شعبرنو يعني على سفح جبل المكمال على علو 2500 مدر ومننزل على علو 2000 لبركة بعكفرة هالبركة الكبيرة الرائعة فوق بعكفرة مننهي فيها على ساعة واحدة بالليل مع سهرة نار وصلوات وفيروزيات واغاني وبطاطا و سينتيا احبت الفكرة سينتيا فيزوتراپورت لازم تكوني معنا ضروري تكوني معنا لا سمح الله حدا يسيبو شي بس انت تستمتعي ان شاء الله ما حدا بيسيبو شي بس اكيد نحنا بندعم كل الناس اول شي من ميلة عم بيصلوه وبذات الوقت عم بيصلو بالطبيع يعني ادي الافي على نفسياتهم رح يكون احلى واحلى انو عم بتصلو بالطبيع يعني كل راحة نفسية وبأحلى منطقة والمكان والمكان روعة لانو انتي بتتلعي من المدنية كلها يعني ما بقى تقشعي الاضوية تبع السيارات والبيوت عم بتسيري بمطرح انتي والنجوم والسماء وبكمية ونحنا هلأ الربيع لانو الشيطي طوال يعني بعدنا بالربيع بعد ما فدنا بفترة الصيف يعني الدني خضرة كلها سوا وعم تشي بهاللايل عم بيلفعك هيكي النسيم المسقع الحلو لحتى وعم نعمل محطات 3 اربع محطات على الطريق نوع من هيكي صلوات نوع من تأملات نوع من شكر لالله على هالطبيعة الرائعة وبتوصلي على هالبركة الرائعة اللي بينعكس عليها ضو الأمار مع سهرة نار كبيرة مع البطاطا ما راح نقول مبيد أحسن ما يقولوا عم بيشربوا مبيد على التليميزيون بس راح بيكون في بيش رازم نعمل بيش رازم نعمل بيش رازم نعمل بيش رازم نقدر ننتحق معكم كل الناس مدعوين انو يلي بيحب يكون موجود معنا راح بيكون فيه فانات اوتوبيوسات من ملعف ويتشهاب متل العادة الترانسبور مع المارش مع القيد مع العشاء مع النومة أكيدة مع تاني يوم الرجعة عملينا تقريبا بيحويل سبعين ألف أو خمسين دولار هلأ يلي عنده أشكال بليز قدرين نستوعب فوق الخمسين شخص مجانا ما عنا أشكال الله بيدبر الأمور وهي للعيال أو للشبيب؟ هي للناس يلي بيقدروا يمشوا هي للشبيبة هي للأشخاص يلي بيحبوا الأفنتور منا صعبة هي خمسة على عشرة الصعوبة تبعولها يعني ما رح تطلع طلوع وما في مطرح هايكي وايلد كتير يعني عم بتكون حلوة بس حلوة وبنفس الوقت فيها أفنتور خيار جان زاكر بس عامتها وكيف؟ 14 تموز يعني هيدا السابت من عشية الانطلاق من فؤيد شاب على الساعة خمسة تنطلق البواسط تجمع على أول مدخل الأرز على الساعة سبعة تسعة الانطلاق من الجرد من فوق ماشي عليهم يأخذوا بيليت بوتيت الماشي عصر المسبحة المسبحة أكيدة بتكون معون وعليون انو يأخذوا كل الإشياء يلي شوي تكون إشياء سميكة لأنه باللالي في ساعة عفوة نعنا على العلو 2500 متر وخاصة حد البركي كمان على الساعة واحدة اثنان بتسقع يعني عليهم انو يأخذوا إشياء سميكة لحتى وعصى وبيل هيدا أهم شيء هالنومي فوق أبونا والنومي بالخيام في خيام خيام ناصبي نحوال البركي هكا الهد حتى يناموا الأشخاص فيها وجين بالهم فرشات وخيام وتاني يوم عندهم ترويقة بنعمل هكا صلاتنا صغيرة ياللي بحب يروح معا يقدس فيه قدس ألي بحب يرجع بتكون لبواسط ناطرتو لحتى يرجع عشرة تقريبا بيكونوا وصلوا على فؤاد شيب تاني يوم يعني ببكيري بيرجع ببكير ونحنا اقوم بكير عالستة تقريبا رح يمرق شوي معنا صور من أنوبيين من المنطقة نحن وعم نحكي دومينيك يعني بس اللي عم بيحكي أبونا هاني بدي خبركم أنه هو نهار السبت نحن الجمعة وسبت يعني في مهرجين الأرز ومهرجين الأرز سيكون نهار السبت في المونديال المغالية الشهيرة شكيرة يلي أصلى لبناني كمان وجاي على الأرز وجاي بمعه كميات هائلة من البشر يعني نحن متوقعين أنه يكون بين الأربعة عشر خمسة عشر ألف شخص نحن عم نحكي الأرز بنحكي بقى كفرة المنطقة كلها نحن وقت اللي بنحكي عن بس نقول بشري يعني قضاء بشري يعني المنطقة كلها سوا ولا مرة بحياتنا كان في تفريق لأنه لأنه أنت ويقع واحد نسيج واحد قالب واحد فكر واحد عدية وحدة يعني هالأشخاص اللي هني موجودين عم بيحضروا يمكي المونديال بليلة النهار السبت فين ينضموا أكيد يعني المونديال الأحد الفينال هو الأحد يعني السبت فيني نضموا السبت فيلت نحن اشتغلناها أن تكون فيلت واشتغلناها أن تكون ثابت لحتى تاني يوم يكون في فرصة ولحتى هالناس اللي طلعوا حضروا فوق شاكيرا وكانوا بالمنطقة وبيهموا أن يعملوا شي بالجال ونحن نقدر بتعرفي نوعا ما أنا خوري الطبيعة يعني بالنسبة إلي رعيتي هي كل الكون كل الطبيعة وإنما كان هي أرض مقدسة وإنما كان تقدر يتوصلي لحتى تزرعي كلمة الله وبيستغل الطبيعة بشكل كتير كبير لحتى أعلن الكلمة لحتى تعلني الكلمة مع الناس اللي بيكونوا رايحين هيك من كل قلبهم بيصيروا حاضرين أرض خاص بإنك تزرعي فيهم منها استغلالها استغلال من أجل الخير أحسن ما يقولوا أنه الأبونا عم بيستغلوا أبونا أنت مثل ما خبرتنا كثير عندك تجارب مع الطبيعة من صلوات لأداد يس أو نشاطات روحية خبرنا كيف عم بيكون الفيدباك طبع الناس شو الانتباعات عم تتركوها عند الناس بالنسبة للشبيبة هيدا شي عم بيفرحهم بشكل كتير كبير ليش؟ لأنه بيجاون على أفكارهم على تطلعاتهم بقلب المطرح اللي هن بيحبوه بالنسبة لبعض الأشخاص يلي أنا بيحترمهم بشكل كتير كبير وبقدرهم ولازم يكونوا موجودين بقلب كنستنا بيعتبروا أنه هيدا في نوع من التفلت من الليتورجيا لكن أنا بالنسبة إلي الليتورجيا هي الطبيعة الطبيعة هي الليتورجيا بحد ذاتها هي بتجبرك أنك عوقات بيكون معنا بالمارش دروز وسنة وشيعة ومسيحيين وغير مؤمنين كلهم سوا بيصلوا معنا الطبيعة بتساعل كل الكنيسة بقلب الكنيسة المسلم بحس حاله غريب درزي بحس حاله غريب أنا بقلب الجامع بحس حالي غريب بقلب الطبيعة كلهم بحسوا حلوا أن هيدا أمهم ما بتزد حدا لبرة ما بترفض حدا كل واحد بيقدر يصلي بطريقته كل واحد بيقدر يلتقى مع الثاني بطريقته وكلنا بنحس أنه هاي الأرض بتخصنا وهو الأرزي اللي بخصونا ومارشاربيل بخصنا خاصة لأخوة دروز لما بيطلعوا معي على مارشاربيل بالنسبة لهم تعرفي قداش بيروحوا بالعمق التصوفيهن كمان وعندونا هالفكر بيتأثر وبشكل كتير كبير فإذن كل الأشخاص هالطبيعة قدرها وكأنه كنيسة بتجمع الكون كل سوا طبيعة هي هاي تل الله قدر تجمع كل شعوب الأرض وكل واحد بطريقته قدر يمرس هاللي تورجع شو اللي تورجع يعني علاقة الاتصال بينه بين الله بطريقته الخاصة من دوم ما يكون عم بيزعج الآخر ومن دوم ما يكون عم يرفض الآخر بما كان محدد ما بحفزا مرأو الصور الأداسي اللي كان عالتلجي هاي دي هاي دي ما بحفزا مرأو انكن مرأو الصور عالتلج بالجبل على البحر يعني عالتلج مرأو هنا بالأحراش بالأحراش بالجبال يعني المسبح اللي نعمل تماماً كل الجبال هاي دي بالقرائير بيحرش رائع جداً هونيك كمان حبونا عبدو كمان حبونا أنا بتذكر الاداسي اللي نعمل بإرنة السوداء كمان بإرنة السوداء رح نكون بخمسة قاب إذا الله ده عيد الرب خلنا علينا من هلأ خمسة قاب بخمسة قاب إذا الله راد ولح بيكون السنة للصحفيين والفنانين يعني السنة رح نحصره بإنه نعزم كل الصحفيين وكل الفنانين مجاناً رح كمان نخذن على الإرنة السوداء بيترانسبور منصلي فوق منرجع منجيبهم على عيون إرغوش منغديهم كمان كل الإشياء مجانية لحتى هايك هالناس اللي بيتعبوا علينا 364 يوم لحتى يوصلوا لنا الخبر نحنا بهالنهار منقلهم ميرسي وشكراً وموصلوا لنا الخبر حلونا هاي مش أول مرة بعد أنه بتنعمل كل سنة كنا نعملها قبل السنة أخذنا قرانة العمل على عيد الرب على عيد التجلي تماماً نحن نعطيها لنوزعها على كل الصحفيين ماجي أنا بحب كتير بأبونا هاني متل ما قال بالأول حضرتك أبونا بللشت أنه أنوبين هي القلب نحنا بنعرف عبر التاريخ تاريخ وطننا كيف كان فيه المعضلة القوية نرجع للقلب نرجع لأنوبين نرجع عن نبع وننطلق عن جديد وأنت من هالقضية يعني بتنتمي لـ يعني ولد من هالقضية حمل على قلبك خبرتني مرة هيك كنا بـ تموانياج أعطيتنا خبرية صارت بروسية بعتقد صحيح لهالناس اللي حملين هالقضايا على قلبهم الملتزمين للآخر بالطبيعة ومع الله إذا فيك ترجع بكلمتين بقلب سطوة الاتحاد السوفيتي بهذاك الوقت وتعرفي انتفى الإيمان بشكل كتير كبير يعني ده الأقل من واحد بالمية من الناس المؤمنين بسبب الحكم الشيوعي وكل الأفكار اللي كانت تمارس بعلم بعيد الميلاد بـ بـ بهاوني ليلة مسأعة بروسية يعني الحرارة فوق تحت تقريبا تحت الأربعين دل في بعض الأشخاص حوالي أربعين خمسين واحد اتفقوا مع الأبونا أنه بيروحوا باللايلة هونيكة غابة وبيحتفلوا عادة الأورتدوكس ما كتير بيطلعوا بريت الكنيسة ولكن بسبب الاضطهاد أرروا أنه يحتفلوا بقلب الغابة حضروا المسبح حضروا غراضهم ببلشوا بالتراتيل وإز بتوصل المخابرات عليهم والجيش وكل هذا الموطوع وبيصرخ القائد هونيك أنه معكن دقيقتين لحتى الكل يفل أو من بلش نقتل فيكم بلشوا يا عيني يا إجري عينوني يعني ببلش دال في شي عشرة تقريبا مع الأبونا خلص أخذ وقرار أنه نموته طلع فيه هيدا القائد وهيك قال له أبونا هاو واحدهم المؤمنين كفل الديس هاو ديك يجيين تجليطة المؤمن بالصعاب يعني وقت الناس خير العالم كله بتيجي وقت الاشياء هايني وسهل للعالم كله بتيجي بس الإيمان بيبين بالصعاب بيبين وقت اللي أنت بتم رأيه بفترات فيها ألم الكاتب المزمور الرائع بوادي زيلال الموت قال له هونيك بوادي زيلال الموت لا أختبرتك لا أخاف وسوء عني أنك معي شو اللي بدو يصير بقلب الموت بقلب الشيول بقلب وين ما بدك أنا أنا عيش بسلام ورح دل معك لأني عارف أنك أنت معي شحاله شحاله سينتيا شو بتحبت أهيك مع بيرهاني تسافدي الموجود أول شي بدي أقل له لبيرهاني أنه منطقة الشمال كلها ومنطقة كتير حلوة ومنطقة بشري بالتحديد أن أجمع المناطق لبنيني وأنا كتير بحبها يعني دايما بالصيفية بحب أطلع بشري أجيك ننور وأنا أصلا من الشمال كمان فهذا أول شي بحب أقوله وتاني شي بحب أقوله عن جد يمكن تفكيرك مش كتير كلاسيكة من ناحية يمكن الأفكار يمكن الليتورجية ولكن هيدا التفكير كتير حلو ويمكن بواكب الشباب كمان لازم تكون لكنيسة عم تستقطب فئة الشباب بطريقة كتير حلوة وبطريقة تقربهم من ربهم وتعطيهم راحة نفسية أكتر ومش كل شي يعني يمكن نخطو بطريقة تقليدية فينا شوي نطلع بالتقليد طالما نحنا تحت إذا بدنا نقول يعني تحت سقف الكنيسة وتحت الإيمان لكن الجمال بالكنيسة هو هيدا الغنى متل ما فيها شربل النيسك القديس الحبيس فيها الأم تريزا يلي أهرقت حياتها بين الفقراء فيها تومى الأكويني بكرشه الكبير بيعلموا الواسع تعرفين أوروا له الطاولة بتومى الأكويني في فترة بحياته وقال له سيسمع هذا العالم خوار هذا البطن بهيذيك الوقت بـ 1217 كتب 17000 صفحة يعني من أعلم أعلم الكنيسة بهيذيك الوقت ونقل الفلسفة ومنطق أريستو وكل هالعلوم يلي هو نقالها من بعدها متل ما عندك مار منصور يلي كمان أهرق حياته مع الفقراء متل تريزا الطفل يسوع يلي بنت الخمسة وعشرين سنة يلي عيشت بقمة البساطة وأصبحت دكتورة بالكنيسة متل القديس الأم مار أستفان أو طوباوي أستفان يلي تقدس لأنه كان يفلح بأمانة لأنه كان ينكش بأمانة ويعتبال وعججات بأمانة وعلى الصابل بأمانة ويلم الزيتونات بأمانة وكان أمين على صلاته أستفان وتومة وتراز والأم ترازة وشربل بسه ما بيشبهوا بعضهم كلهم سواء لأنهم كانوا أمينين الكنيسة بتساعة الكنيسة كبيرة هايدي التعددية اللي فيها بتعمل الوحدة آخر شي هيدا الغنى بالتعددية متل ما في العمل مع الفقراء في الجامعات تبعنا يلي بتقدم رسالة رائعة في المستشفيات في الطبيعة في الكشاف في الطلاقع في أميتنا وبيتنا يلي بيهرقوا حياتهم أمك يلي على المجلة لو لمنا أنت موصلتي لهون وهو دي تقدسوا بالجالة وبالصابون وبالغسيل وبالتنظيف وبالقهر وبالحرمان وبالفقر وبالصمصر وبأنه نصف كيلو لحمة بدوا يعمل خمس مرات أكل للولاد وكيف بدها ترقع هاي وتشين هاي هاو كل سوى هيدا الغنى بالكنيسة الكنيسة منا وجهة واحدة طريقة واحدة اللي ما بتعمل هاي بتصير براتة أبدا هيدا الجميل بكنيستنا هيدا الجميل بكنيستنا هيدا الجميل بكنيستنا في وادي النوبين وفي الفاتيكون وفي الموسكو وفي شو عرفني آتوس وفي العظمة وفي المغاور والإدسين والحوبسة والشهداء وفي العلماء وفي المساكين وكلهم هاو دي مساكين من الروح كلهم بيتقدسوا لأنه المليونين من يسوع أبي حلو الحديث معك يا أبونا هاني المخرج سهر له شوى بإلنك خلاص 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 الوقت ننا بعلم يشين معك ما بدنا نربع وجودك معنا أبونا بتوفيق بالنسبة لكل النشاطات تحت شير بالمنطقة أربعة عشر نذكر إنه لعننا ماش دنوية بأربعة عشر عنا عنا تلتعاش شكيرا هادي عملا داعيته واحدة عربع عطاش عنا المارش دونوية المسيرة الليلية نعم ياللي بندعي الكل عليها خاصة عن جد ما يكون السعر أي مشكل بترجيكم أنا رحقول الرقمي على التليفزيون سفر ثلاثة خمسمية وستين مية واثنين وخمسين سفر ثلاثة خمسمية وستين مية واثنين وخمسين بليز ياللي حيب بيطلع أهلا وسهلا فيه عنا تاني يوم الإديس مع البطريارك ببع كفرة عنا الأحد عيد مارشاربل وما أدراكم ما هي ببع كفرة ومارشاربل وكلها الطبيعة الرائعة وعنا الثلاثة سبعة عشر لديسة مارينة مع الرفاة تابعولا مع كل الاحتفالية احتفالات هي هلأ ورح تكمل كل الصيف بيوجه والصيف بيوجه والبيوت ناطرة والسياحة بيوجه وأهلا وسهلا فيكم كلكم شكرا شكرا فرهان